شاهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد سقر شاهد مراسم الاحتفال بتخريج الدفع 166 من كلية الضباط الاحتياطي وقام الفريق أول عبد المجيد سقر بتقليد أوائل الخارجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية والذي صدق على منحه لهم رئيس الجمهورية تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة بالكلية اشتركوا في القناة والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتخريج الدفع 166 من كلية الضباط الاحتياط دفعة اللواء أركان حرب إبراهيم محمد نسوحي وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وقدام مدير كلية الضباط الاحتياط وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وأسر الخريجين بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتي عكست الكفاءة القتالية والقوة البدنية والمهارية العالية التي اكتسبها الطلبة طوال مدة دراستهم بالكلية اشتركوا في القناة اعقبها عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح وعرض عدد من الابتقارات والبحوث الفنية التي نفذها طلبة القلية والتي تهدف إلى مواكبة التطور العلمي المتلاحق في مختلف المجالات واختتمت العرض بالعرض العسكري شارك فيه مجموعات من طلبة القلية يتقدمهم حملة الاعلام كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد تكريما لروح شهداء الوطن الابرار وعقب اعلان كبير المعلمين بكلية الضباط لاختياط نتيجة التخرج اعلن مدير ادارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الانواط لأوائل الخريجين حيث قام الفريق اول عبد المجيد سقر بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد رئيس الجمهورية تقديرا لادائهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية تلا ذلك تكريم اسرة اللواء اركان حرب ابراهيم محمد نصوحي وردد الخريجون يمين الولاء والقلواء اركان حرب بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية الضباط لاختياط كلمة اشار خلالها الى الدعم الذي تليه القيادة العامة للقوات المسلحة وتوفير كافة الامكانات العلمية والثقافية لاعداد وتأهيل اجيال من طلبة الكلية القادرين على الوفاء بالمهام والمسؤوليات لتظل القوات المسلحة درعا قويا يحمي الوطن وحصنا منيعا لشعبه العظيم وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق اول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين واسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية مؤكدا ان القوات المسلحة لا تألو جهدا في توفير كافة الامكانات لبناء اجيال جديدة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته وان الضباط الاحتياط يمثلون احد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة كما اشار الى ان مصر تنطلق نحو غد افضل ومستقبل اكثر اشراقا بالرغم من التحديات الاقليمية والدولية والصراعات التي تحيط بها مما يفرض علينا ان نكون دائما على اهبة الاستعداد والجاهزية ولن يتأتى ذلك سوى بعقول وسواعد رجال اشداء يذودون عن الوطن ويبذلون كل غال ونفيس لتبقى رايته عالية خصاقة اشتركوا في القناة